منذ انطلاق التحرك الشعبي اللبناني في أكتوبر الماضي تشهد حرية الرأي والتعبير في لبنان انتهاكات لا حصر لها بحق ناشطين وصحفيين وإعلامين وذلك بهدف الوقوف في وجه محاولات قمع حرية التعبير والرأي في لبنان أطلقت 14 منظمة لبنانية ودولية ما سمته تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان ويقول أعضاء التحالف الجديد إنهم وثقوا ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين منذ تظاهرات العام 2015 كما تصاعدت الاعتداءات إثر التظاهرات التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي حين استدعي ما لا يقل عن 60 شخصا للتحقيق معهم على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ورأى مؤسسو التحالف أن السلطة تشن حملة قمع ضد الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حق إخفاقاتها الملحوظة ورغم أن لبنان يعتبر من البلدان الأكثر حرية في المنطقة يقول مؤسسو التحالف فإن شخصيات دينية وسياسية يستخدمون القوانين التي تجرم القدح والذن كآدات للانتقام من منتقديها وقمعهم ويتهم مؤسسو التحالف النيابات العامة والأجهزة الأمنية التي تتولى الاستجوابات بالضغط على الأشخاص لتوقيع تعهدات تلزبهم إما بعدم كتابة محتوى ضد المدعى أو المدعي في المستقبل أو بإزالة المحتوى فورا كل هذا من دون السمح للمدعى عليهم باستشارة محاملنا